متابعة لقضية استشهاد الأسير المحرر والناشط الشبابي في مجال الأسرة محمود الطيبي محمود الطيطي عفوا من مخيم الفوار في الخليل والطريقة التي تم إعدامه بها بعد المواجهات التي اندلعت في الخليل مع العلم أن الطيطي كان رئيسا للحراك الشبابي الداعم للأسرة معنا في الستوديو الحديث أكثر عن محمود وعن نشاطه وعن تأثيره في المجتمع اللي كان بحيط فيه لإحنا كمان لاحظنا والتمسنا قد يشوي عنده تأثير على كل أصدقاء أو المجتمع اللي كان يعيش فيه بس عندنا يكون معنا من داخل الستوديو بشرة طويل وهي عضو إدارة رام الله في الحراك الشبابي لأسرة المحررين وهي أسيرة أيضا محررة صباح الخير بشرة بشكرك على وجودك معنا وبقدر يعني أنك موجودة معنا لليوم بداية محمود ارتقى شهيدا وكان داعما لقضية الأسرة في جميع المحافظات كيف استقبلتم خبر استشهاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية نترحم على شهدائنا جميعا وخاصة الأخ الغالي الزميل محمود الطيطي الذي هو مؤسس الحراك الشبابي للأسرة المحررين الذي قدم وقته وجهده في هذا الموضوع طبعا محمود لا ننكر أنه كان معتقل سابق وأسير محرر طبعا تحدث معنا منذ أربعة أيام كثيرا عن فيسبوك وكان يعني يريد الحديث لكن عندما تحدث معي أكون مشغولة أو لا أكون على الجهاز فأقول له سأعود لك محمود فكان يقول لي دايما أنت وزيرة دايما مشغولة وسنة ترد علينا وهيك فسبحان الله يعني الظهر حكينا الصبح حكينا يعني في نفس اليوم استشهاده طبعا كان طول اليوم كنا مشغولين ما كنا يعني بعد ما حكينا الظهر وهيك طلعنا وكان دوام وغير هيك لكن المغرب يعني سمعنا أنه في مواجهات بالخليل في اقتحامات في مخيم الفوار لكن يعني خلص أنه صار أمر روتيني أنه مواجهات إطلاق رصاص إطلاق مطاط إصابات غير ذلك لكن معرفنا بقمة يعني صعوبة هذه المواجهات بعد صلاة العشاء تقريبا يعني أنا أجاني الخبر على الكومنت على الفيسبوك يعني نزلت شيء معين فأجاني الخبر من أحد الأخوة فأنه بحكي أنه خبر عاجل استشهاد الشاب محمود عادل الطيطي طبعا أنا أكثر ما بعرفه أو أكثر ما أردد يعني وأنا أحكي معه محمود حمدان يعني لكن في السابق أعرفت أنه هو محمود الطيطي فهيك يعني مواشرة الله يستر يعني هيك ربما يرحم ويتقبله فبعد ثواني هيك يعني صفانت فأنا بحكي محمود الطيطي محمود حمدان فتأكدت من الأخوات اللي معانا في يعني العضاء في الحراك تأكدت من أخته بدارين على أخته ما بترد أنه بس بدي حدا يأكد لي أنه آه ولا لا طبعا أنا بدي حدا يأكد لي أنه لا ما بدي أنه آه فالأخوات بيحكوا لي لا بشرة صحيح الكلام أنه محمود استشهد طبعا البكاء يعني لا إرادة كان يذر في الدموع مش مستوعبين يعني مش مستوعبين بعد دقائق أجد صور محمود أول ارتقاؤه يعني كان في الشارع يعني طبعا كانت صورة مؤلمة جدا جدا وضعتها على الفيسبوك لدقائق ويعني البعض حكي لي أن نرجوكي أنك تشيل الصورة وهيك وأيضا هي انتشرت على المواقع الأخرى فأنا شلت الصورة على حسابي وبنشر أخباره وبتابع أخبار طبعا شقيقه كان متصوب بإيده كمان فارس وإخوة أخرين سبعة يعني أشخاص فقط أنه بدي أحكي يعني لا ما أعتقدش يعني هلأ محمود راح يفتح الفيسبوك راح يحكي معنا يعني يمكن هم غلطانين بالاسم أبدا أبدا للآن للآن صدقا أنا يعني مش مصدقة أنه محمود استشهد ترحمنا عليه دعينا له طبعا محمود إنسان نستمع يعني كثير كثير عن محمود نسمع منك تفاصيل أكثر ولكن لنرافق أيضا ونشاهد كيف كان بالأمس تشيع جثمان محمود غدا الحزن يلف أرجاء مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين في مدينة الخليل بعد أن استشهد محمود أطيطي 25 عاما برصاصة قناص حاقد تحت جنح الظلام اخترقت رأسه بدم بارد قناصوا جندي قنص يعني طلق واحد ضربوا وقابل ما يستشهد محمود بقهم بلشيف الدكاكين أصحاب المحلات هنا وادي سكروا المحلات ع حالهم جوا وبلشف الناس طخ مئات المواطنين شاركوا في تشيع محمود إلى مثواه الأخير مرددين شعارات تنادد بهذه الجريمة الجديدة بحرقة وألم ودع ذوي محمود جثمانه الطاهر مطالبين العالم أجمع بضرورة التدخل الفور لوقف جرائم الاحتلال بحق شعب أعزل هي تحاول بكل السبل محاولة إنهاء هذه الهبة العارمة في الأراضي الفلسطينية جميعها أراضي الدولة الفلسطينية ولكن شعبنا الفلسطيني عقد العزم على مواصلة كل ما يتعلق بإمكانيات والسبل الكفيلة بإنهاء هذا الاحتلال الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني محمود كان قد أصيب بعيار ناري من نوع الدمدم المتفجر خلال مواجهات اندلعت في المخيم بالأمس عقب دخول قوات الاحتلال وإطلاقها النار باتجاه المنازل بشكل مفاجئ ودون سابق انذار أدت أيضا إلى إصابة عشرة شبان آخرين تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة يعني هذه صور عن كيف كان بالأمس كمان الوضع بالخليل وأنتوا كمان بالأمس رحتوا على الخليل والتقيت بعائلته وشقيقته تحكي لنا كيف كان الوضع طبعا احنا حاولنا جاهدين أن نوصل قبل الجنازة بنصف ساعة على الأقل لكن ما وصلنا مكان أو بداية المخيم كان هناك مواجهات مع الاحتلال السيارة نزلتنا قرب الحاجز الأمام المخيم وقطعنا الطريق عن طريق الجبال والأرادة عن أساس أنه ما يكون الاشتباكات ما يصيبنا أي شيء طبعا وصلنا كانوا مصالين عليه صارات الجنازة في المسجد اللي هو المسجد الكبير في المخيم ومع أن وصلنا فهو تم إخراجه من المسجد فعندما نظرك لمحمود طبعا الدموع توقفت بوقتها وما قدرت أني أبكي فقط أني أنا صافنا وبيدي أشوف محمود لكن يعني كما تعلمين صعب أني أقرب وصعب أني أشوفه وهيك لكن شفنا عن بعد طبعا الحمدر بالعلمين المسيرة كانت مسيرة حاشدة خاصة على النطاق المخيم يعني أي شخص نسأل عن محمود الجميع يعني يوقف معنا بحكي معنا أنه للآن شيعنا وقبرنا وإحنا مش مصدقين أنه محمود استشهد يعني زملائه اللي كان نروحه مع رحل تصوير فيه له صورة صورة وهو على الفرس يعني فكتبنا له وأنا كتبت له بعض المقال ترجل الفارس وأنا أكتب سعيدة جدا أنا محمود نال الشهادة قبل أيام كان كاتب على صفحة على الفيسبوك يا فلسطين احنا أشقنا الشهادة صدقا تمناها ونالها محمود إنسان مخلص محمود إنسان وفي للأسرة مستعد أنه يترك كل شيء للأسرة من هون بدي أسألك بشرة يعني محمود كان من الأشخاص اللي أسسوا الحراك الشبابي للأسرة المحررين تحكي لنا عن الحراك إمتى بدأ محمود إيش كانت فكرته إيش كانت رؤيته من هذا الحراك نعم الحراك تقريبا إله ما يقارب سنتين طبعا أنا أفرج عني بلاي 2011 في صفحة توفية الأحرار 2 بعد أسبوع وسبوعين حكي معي إنه إحنا بدنا نعمل معاك مقابلة وغير ذلك طبعا أنا وافقت لشك لكن صرت ظروف واضطريت إني ألغي المقابلة ونأجلها فهو كان فهو عصب يعني جدا والدايق إنه بحكي لا كيف يعني أنه إنت عملت مع الصفحة الفلانية والجروب الفلاني وإحنا حكيت له يعني بس فقط أعذرني هاي الفترة ورح أرجع وهيك الحراك هو كان هدفه تحريك الشرع الفلسطيني لنصرة الأسرة زيارة أهالي الأسرة اللي لكل مهم الأهالي الأسرة هو كان بيخطط وبتمح لهذا الأشياء نعم نعم كثير جدا يعني حتى أنا كنت أحكي له إنه محمود طول بالك الميدان مش زي الفيسبوك اللي هو بحكي لي لأ أنت دايما ضد وأنت ما بدكيش هاي الأمور وكتلنا بالعكس يعني لكن إحنا بدنا تروي في الموضوع وتعرف واقعنا كيف في آخر فترة كنا من جاهز لفيلم للأسرة وكمان نشر مجلة عن الأسرة طبعا هدفنا كان الأسرة المهمشين إعلاميا الإعلام هو فقط على كذا أسير لكن إحنا عنا خمس تلاف أسير تقريبا وأسيرة ما بين معزولين وأشبال وأسيرات ومرضى وأيضا المضربين اللي هم الواقع الحالي هدفنا صدقا يعني وعي الناس بالنسبة للأسرة الناس مخمودة الناس نايمة بالنسبة للأسرة فهو كان طبعا أول حراك شعبي أو شبابي كان في الخليل هو كان من قبل حراك شبابي لأسرة المحرين وعلى رأسه أو على مديره محمود حمدان وحمود الطيطي فكانت أول فعالية على دوار بالرشد في الخليل طبعا كان العدد جيد محمود متوقعش كان ينزل يكون شبه يأسان بس عنده أمل آخر فترة يأس جدا الكل كان يحبط فيه محمود كان من الناس المظلومة جدا اللي طعن في ظهره جدا على أساس أنه كان هناك محسوبيات أنهم ما بدهم مثلا الحراك يتقدم ما بدهم هذا الشخص الناشيط أنه يتقدم أنه يكون مخلص في عمله لكن آخر فترة كانت أن المجموعات تكون اللهم نفسي إحنا اللي بنعمل إحنا اللي بنعمل من روحه بنيجي وللأسف يعني الحراك الشبابي هو كان الشيء المميز تصميمه كانت تصميم رائعة والأخوة أيضا في الخارج وفي الداخل كانت نسعدون في هاي التصميم وإحنا مستمرين يعني إحنا لن نتوقف عن هذا الأموضوع سنتطور في هذا الحراك يعني هذا اللي بدأ أسألك يا رحيل محمود سيؤثر على الحراك أم سيعطيكم قوة ودافع أيضا قوة ودافع أنا نحن أوفياء لمحمود كل الشيء كان محمود بدأ يعمله إحنا رح نكون قريبا رح ننجزه من ناحية الفيلم إذا تأخر الفيلم يعني مش مشكلة لأنه الفيلم بده تمثيله بده تصويره وغير ذلك لكن المجلة البعض بيحكي أنها المجلة انتشرت المجلة لم تنتشر أبدا ولا منتطبع أصلا التصميم ما زالت شغالة فيها إن شاء الله قريبا يعني رح ننجز هذا الموضوع أنتو كم شخص بالحراك وهل متوزعين في مدن ومناطق مختلفة في الوطن؟ الأعضاء إحنا ما يقارب عشرة كأعضاء إدارة وغير الأعضاء المشاركين يعني في الداخل والخارج من ناحية الأخبار كل شخص عنده فكرة ممكن يحكيها في أسرة الحراك الشبابي يعني إحنا مندعو أي فكرة تكون موجودة الأشخاص يعني بكونوا معنا كل شخص كان قريب من محمود لو محمود حكي معاه محادثة قليلة اتأثر جدا يعني الكل إنه بحكي لي أنا مش مستوعبة يعني يعزوني بمحمود اتصالات مسجات على الفيسبوك لكن صدقا للآن فلكنه قدر الله مشى أفعل هذا نصيبه محمود إنسان مميز بجميع النواحي يعني مرضي الأم والوالد إمبارح الأم بتحكي لنا ما تنسوا محمود كملوا على الطريق اللي بدأ فيها محمود استمر فيها محمود محمود كان كل وقته للأسرة ما ضلش إشي ما عملوش محمود هو كان أسير لمدة ثلاث سنوات صحيح؟ نعم صحيح نعم فنحن نعاهد محمود ونعاهد أهل محمود أن نكون على هذه الطريق ولا نكل ولا نلين عن طريق الأسرة يعني مهما كانت العقبات ومهما كانت التهديدات هدفنا نحن كحراك شباب من أسرة محرنيين الذين عانوا داخل تزيون الاحتلال نريد أن نعلي صوت الأسرة نحن عندما تأتينا مسجات عبر المحاميين من الأسرة أن الأسرة يعشقون ما تعملون به ولكن يريدون همة قوية ويريدون حراك شعبي أكبر بشرة بدي أشكرك جدا على وجودك معنا من داخل الستوديو أكيد كمان نترحم على روح الشهيد محمود الطيطي وكمان يعني هو كانت بيحمل رسالة ورؤية في الاهتمام بعائلات الأسرة وخاصة الأسرة المهمشين الأسرة البعيدين حتى تصلتوا الضوء عليهم بتمنى كمان يعني نضل منترك عائلته بداية وحدين ونجرع نتطمن عليهم نحكي معهم نكون قريبين منهم وكذلك عائلات كل الأسرة الشهداء بيحملوا رسائل هوية في أعناقنا وإحنا مفوضة نكمل على طريقهم بشرة بشكرك جدا وأنت عضو أدارت في قسم رام الله من الحراك الشبابي للأسرة المحررين وأيضا أسيرة محررة مشاهدينا رح نروح فاصل راجعين استكمل حديثنا خليكم معنا